المباراة اللي أقيمت النهاردة مبين الزمالك وطلقع الجيش الزمالك كان محتاج ثقة الزمالك كان محتاج فوز الزمالك محتاج إن لعبته تقف على رجليها الزمالك يا جماعة وبقولها دقيما شاء من شاء وأبى من أبى يظل الأهل ويظل الزمالك هما الرئتين في الكرة المصرية هما الجناحين اللي بتطير بيهم الرياضة المصرية وليس فقط كرة القدم وبالتالي لما بيكون فيه استقرار في القلعاتين الاثنين بيلاقي ناتج ده يعود على المنتخب القومي لما بيلاقي هزة سواء في الزمالك أو في الأهلي ده برضو مرضوده بيعود إلى المنتخبات القومية وبالتالي النهاردة حضر وبالتالي المرضود النهاردة كان شيء إيجابي بالنسبة لنادي الزمالك حتى وإن تأخر الفوز حتى الدقيقة الثامنة والثمانين براسيات حسام عبد المجيد لكن الفوزة حيدي مزيد من الثقة للجهاز الفني حيدي مزيد من الثقة للعبة نادي الزمالك حيدي مزيد من الثقة لجماهير نادي الزمالك حيخلي الأسبوع المتوقية من الدورة مشتعلة الزمالك حيدخل فيه المنافسة الحقيقية مع فيوتشر ومع بيرامل لانه خلاص الدوري كلينيكيا خلاص في دولاب النادي الاهلي خلانا نكونوا صراحة مع بعضنا لكن بيرامدز فيوتشر الزمالك صراع كبير جدا مين اللي حيشارك مع الاهلي في دوري رابطة الابطال هو ده السؤال عشان كده الزمالك كان في حاجة الى الفوزنهارد مباراة بيرامدز فيوتشر الجمعة القادمة هتبقى مباراة كرة قدم حقيقية لان الفريتين بضموا اسماء عديدة جدا من نجوم كرة القدم الاتنين باتشيكو موجود مع بيرامدز علي ماهر الابن النجيب للكابتن وجوهري موجود مع نادي فيوتشر وبالتالي حتكون مباراة كرة قدم حقيقية وكل فريق حيبحث عن الثلاث نقاط اما يخطفهم فيوتشر ويقرب جدا من نادي بيرامدز او يخطهم بيرامدز ويقرب من النادي الاهلي والزمالك منتظر تعادل الفريتين عشان اقولك ان انا اقرب لكن خلوني اخد على التليفون عشان نشوف مباراة الزمالك النهارده نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر صديقي العزيز كابتن تامر عبد الحميد يا كابتن تامر مسائل فل من